يا أبو مالك طيب أريد أن أحاولها فالاعتراض لا أبو عمر لأنه ذكرت حضرتك مسألة يا أبو عمر بن شوي الحقيقة شعر جسدي لها عندما قلت عن الشاعر اللي في مجلس كسرى ماذا قال كسرى املأوا فمه دررا وكثير تريد في الشاعر العربي املأوا فمه ذهابا الصورة ليست مهينة يا أبو عمر لا هي ليست صورة حقيقية ولا يؤتى بالشاعر ويملأ فمه درا هو كناية عن عطوه لكن الكناية قبيحة الكناية والله بشحة يا أخي مثل ما قال الحجاج لليلة الأخيالية عندما مدحته قال اقطعوا لسانها هذا مصطلح معروف عند العربي لكن املأوا فمه ذهابا حتى أصبحت في السيارة الشعبية ومتداولة كثيرا بين الناس وهي مأخذ كثيرا لكن تنظر أن المتحدث هنا كسرى الفارس ربما ثقافته ربما خلقيته ثقافة العربية عند الامراء املأوا فمه ذهابا موجودة حتى انتقلت إلى السيارة الشعبية وموجودة بألف ليلة وليلة ومستخدمة وموجودة حتى في العصر الأموي والعباسي لكن هي المسألة على أنه أعطوه لكن في مسألة أعطوه حتى ترضوه أعطوه حتى ترضوه لكن لا تحاكمهم بمفاهيمنا الآن هي الآن ليست مستصاغة عندنا أحسن لكنها مستصاغة عندهم وحييك هذا ما أردت يعني من أول حديثنا أردت الإشارة إلى هذا الموضوع وذهب عن بالي أشكرك شكرا جزيلا يا أبو عمر أنا باعتقادي يا شباب أي شيء ينسل من ثوبه يشوه أي شيء ينسل من سياقه التاريخي يشوه تماما ولا يجوز دراسته تاريخيا بهذا الشكل لكل زمن سياقات المقبول في مرحلة ما غير مقبول في مرحلة أخرى والمعيب في مرحلة ما هو مقبول في مرحلة أخرى فهذا ما أود الإشارة إليه فعلا ربما كانت في تلك المرحلة عادية جدا ومستساغة